ارسال ملف العمل بالكامل نفتح القائمة المسجلة File ونختار Mail Recipient as Attachment من القائمة الفرعية Send To فيظهر التطبيق الخاص بإرسال البريد الالكتروني وتظهر به رسالة جديدة وكما نرى يظهر اسم ملف العمل الحالي في الخانة Subject وفي الخانة Attach نلاحظ أنه تم إلحاق ملف العمل بالرسالة تلقائيا ويظهر حجم الملف في الجانب الأيمن بين قوسين والآن ندخل عنوان البريد الالكتروني الذي سوف يتم إرسال ملف العمل إليه في الخانة To ثم نكتب محتوى الرسالة في هذا الجزء ونضغط على المفتاح Send لإرسال هذه الرسالة والإغلاق هذه الرسالة بدون إرسالها نضغط على المفتاح No وإذا أردنا إرسال صفحة العمل الحالية داخل محتوى رسالة البريد الالكتروني نضغط على المفتاح E-mail من شريط الأدوات Standard أو نفتح القائمة المسدلة File ونختار Mail Recipient من القائمة الفرعية Send To فيظهر التطبيق الخاص بإرسال البريد الالكتروني داخل ناخذة البرنامج وكما نرى أن صفحة العمل الحالية تظهر داخل الجزء الخاص برسالة البريد الالكتروني أي أن محتوى الرسالة هو عبارة عن صفحة العمل الحالية وفي الجزء Subject يظهر اسم ملف العمل الحالي ويمكن إدخال موضوع الرسالة الذي نريده داخل هذه الخانة بدلا من اسم الملف وفي الخانة To نكتب اسم المرسل إليه ثم نضغط على المفتاح Send This Sheet فيتم إرسال صفحة العمل داخل الرسالة إلى الشخص الذي حددناه ويتم العودة إلى نفذة البرنامج مرة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة